مرحبا برج الأسد رح أسوي لكم القراءات الإسبوعية من تاريخ اليوم أعزائي هاي القراءة رح تكون حيك الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع القمري زحل وغيره رح نشوف القراءة بشكل عام ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية القانونية العملية وحتى الصحية أول كات Ace of Pentacles بداية جديدة بداية موافقة أحس أن هنا دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص ولكن هذا هدف معين أنت رح تنجح في تحقيقة بنفسك في الفترة القادمة Goal Goal يكون دقيق رح تحقيق الهدف بنفسك ما هو الهدف أن تحصل على النجمة ما أعرف ليش الزاهد هنا أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية اللي يبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونون سعيدين معه في الفترة القادمة يا برج الأسد أن تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية شنو اللي يسعدك؟ هل هي فعلا الأموال؟ هل هي الأبناء؟ الشريك؟ الزوج؟ رح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير مثابته تمر بمراحل تسعد وتنزل تضطرب ثم تثبت أنت رح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة رح أيضا تحقق الهدف أنت رح تظهر للأبراج الثانية في الفترة القادمة أنه ممكن جدا الإنسان يكون روحاني فعنده علاقة قريبة بربه ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء رح تجمع بين الأثنين وبرج الأسر عندنا فارس الأغصان لن تنسى المتعة في نفس الوقت يعني توازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة كأنما أنت مثال يحتذا به الأبراج الثانية في الفترة القادمة لأنه محافظ على التوازن في جميع الأصعدة تعرف متى في حين وقت المتعة أوكي تعرف أن تكون مرح في نفس الوقت تعرف أن تكون جاد تتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة دائما كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم حافظة الأسرار كارت برج الحوت ولكن مشار دائما تتحدث وتعبر عن هاي الأسرار والمعرفة اللي عندها ولكن أنت رح تجمع بين الأثنين بين المعرفة الداخلية رح تحقق توازن وبين الحياة العملية اللي فيها مهام اللي فيها مسؤوليات اللي فيها الحين لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها ما رح أنساها ما رح أنتنازل عنها رح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع ستة الأكواب الماضي أو الذكريات اللي رح تختارها في الفترة القادمة دائما كل إنسان عند ذكريات معلمة سلبية وذكريات إيجابية أنت ستختار النجمة ستختار ستة الأكواب ستختار أن تتذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة رح تختار الذكريات الجميلة المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسئلونها الكبار ولكن قدرت تتحقق لنفسك رح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد تردت عيدة النجاحات القديمة رح تحاول أن تعيد أن تكررها احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجع إلى مجال كان يسعدك أكثر الجانب الحالي أشوف أنه مادياً يعطيك أكثر ولكن ستحاول الانتقال إلى الشيء اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادتها أكبر ممكن يكون تواجدك في محيط البيت ممكن يكون مظيفة ثانية ممكن يكون أي شيء عندنا كرت العالم The World كرت العالم يعني لي أن يا برج الأسد في الفترة القادمة أغلب الأبراج رح يكونون في بح دائما نقارنك بباقي الأبراج لأن أنت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الأبراج اللي اللي قريت لهم كالسابق أنت أتممت المرحلة بنجاح مرحلة البحث أنت أول الواصلين لين؟ للمرحلة الجديدة المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل الأحلام أوكي؟ احتمال أنك رح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قضاع معين مع أشخاص معينين مكافأة يعني مكافأة نهاية خدمة وتكون مساعد أن الجانب اللي كنت دائما تجد فيه نفسك أسعد مساعدة الآخرين احتمال مجال التدريب مجال التطوير تسويق مجال في إبداع أكثر عندنا سبعة السيوف وجودها تحت فارس الأغصان يعني ليه برج الأسد كن ذكي بأن تظهر نعمتك للآخرين وسعادتك ما أدري ليش أحس أن فيه ناس ما راح يكونون سعداء أن يشوفونك تستمتع بحياتك كأن يقولون لك أن أنت لا تستحق أن تكون بهذا المستوى من السعادة لأن 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 عندهم لست طويلة من الأسباب أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة فارس الأغصان عفوي سعيد مستعد للمغامرة في أشخاص سيحاولون أن يقولون لك لا خطأ يخوفونك طاقة السيوف طاقة العقل يخوفونك أن يكون لديهم أسباب وعندهم أسباب ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد ينتظرنا ستة الأغصان أنت عندك طاقة تحدي مع هذلين الناس الناس اللي دائما كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين لم تحصل على الشخص اللي في بالك أوكي خسرت كانت عندك خسارة نعم في السابق ولكن خسارة أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة البحث عن الخلاص وصلت أيضا إلى الخلاص أنت على مشارف الوصول ترى لا تنسى عندك الفارس الفارس السريع صاحب التغيير أوكي صاحب في بالك هذا الشيء في الفترة القادمة أن الانسحاب طيب تدري ليش بعد أسمعلك هاي الكلمة لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هنا يحاولون إن دائما رجعونك إلى المرحلة اللي برج الأسد كان موجود معاهم في نفس المكان ويحتاج لنصحهم يحتاج لتوجيههم يبوني رجعونك لنفس المكان ولكن أنت كن أذكى منهم وستكون أرهني أن أنت رح تكون أذكى منهم رح أول شيء تخب نيتك تخب نجاحاتك ورح تنسحب انسحاب تكتيك ترى دائما تبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح تعني أن إحنا نخب الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهمونا ما يفهموا الرحلة حتى لو كانت نيتهم طيبة وهم ما يفهموا دوافعنا ليش الأسباب ما نقدر نضيع وقتنا طاقتنا نفسر لهم ليش إحنا نربي نروح المكان اليديد ليش نبي نتوقع البداية الجديدة ليش نحتاجها في حاجة نحتاج إحنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح انتهينا تعلمنا الدرس حان الوقت للبداية الجديدة وإن كان بعيدا عن الأشخاص إلا من الماضي مقابل ستة الأكواب كرتب ذكريات عندنا ستة الأخصان ما أشوف أي أحد مستعد أكثر منك يا برج الأسد لأن يواجه ويلتهم الجديد الاهتمام اللي ستحصل عليه النجاح السريع ستجد نفسك في مكان جديد في مجال أنت جدا تستنتع فيه لطالما أحبب احتمال لخص في أنك دائما تتعامل مع الناس في المبيعات في المعارض في جانب دائما تسلط فيه الأضواء عليك تحتك في بالأشخاص تعرض بضاعتك على الناس رح تتوج في هذا المجال بعيدا على الأشخاص اللي ما يفهمونك رح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت لأنه يفهمونك ودائما عندهم نفس المبادئ نفس التوجه رح تلاقي لك جمهور يناصبك على الجانب الآخر كيف تلأسد رح أشوف إذا فيه أي رسالة ثانية نتوقعها لك أشوف الجانب اللي قريته الحين يخص الجانب العملي أكثر في احتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني أو العاطفي عندنا ثلاثة الأكواب الاحتفال أوكي خرجنا أشوف أنك رح تحتفل مع أشخاص الأشخاص هذين نساعدوك أن تخرج من مصيبة من مأزق أوكي وبعدها عندنا أوكي ستنفرد بواحد من هذين الأشخاص احتمال أكثر من الشخص رح يساعدك في المستقبل ننزين ممكن يكون شي بسيط مثل الآن التقديم على وظيفة الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه أوكي وإضا تكرر عندك كرت الزاهد مثل ما قلت لك من بين كل هالأشخاص كذا شخص رح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبة ما العقبة هذي كأنما الله وضعها في دربك ومعشان أنت وضعك العادي ما تستطيع ما تدل الطريق لها شلون تتخطاها لا الغرض من هاي العتبة إن هذين الأشخاص تخلون حياتك رح يدخلون في المستقبل أو احتمالهم موجودين حاليا اللي ساعدوك من بين هالأشخاص أنت ستقع عيناك على شخص يعجبك يدخل في بالك رح يدخل في بالك شخص رح تختاره مو أهو اللي رح يختارك مو معنات إنه ما رح يرغب فيك لا أنت اللي هنا في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك ليد العليا وكأنما عندما تختاره هني أشوف كأنما تتوجه أنت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي رح يكون لك شريك ترى إحني اختيارك اللي يعني إنه أنت اللي رح تتوجه أنت اللي رح تعطي هذا الامتياز كأنما هذين الأشخاص كلهم يريدون أن يكونون تحت أعتابك على بابك أوكي يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الأسد ولكن أشوف إنه ستقع عينك على شخص واحد منهم ولكن لسبب لا تنسى أنك مثل ما قلت لك متواصل جدا مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك فعندك الكثير من الروحانية وإن كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي ولكن وراءه أنت حسيت بارتباط روحي أنت حسيت أنه في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك وأيضا تحس أنه هذا الشخص أوكي رح يساعدك في رحلتك الروحانية رح يضيف لك ما رح يأخذ منك من أجل ذلك أقول لك أنت اللي رح تختاره عندما ترى فيه شيء سيضيف لك أنت تحتاجه مفيد لك رح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة وهذا اختيار جدا ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء رح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة نصيحة بالضبط يا برج الأسد أنت في مرحلة المعاجز والنعم أنت في مرحلة الحصاد أنت في مرحلة وصلت فيها إلى مكان جميل مع ذاتك everything has its gift وأن تدرك هذا الشيء تدرك أن كل شيء كل وضع أنت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية أنت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة لدرجة أن ستدرك أن حتى العقبات اللي تواجهها القلق البسيط الخوف على أنك وصلت وستوصل إلى الكثير دائما رح تحتاج إلى أشخاص يساعدونك ستدرك أن وراء هذا الشيء السبب ليس حاجتك لهم ولكن في سبب أسمى في سبب عميق إحنا ما ندري فيه ولكن أنت رح تكون واثق في أسباب إحنا ما نشوفها مثل الزاهد اللي يبحث عن النجمة في وسط الظلام عنده إيمان عنده اعتقاد أنه سيجد النجمة عندك إيمان أنه أنت مو محتاج للآخرين ولكن الآخرين تضطر بشكل ما أنت تعامل معهم يدخلون حياتك من أجل سبب أنت جدا واعي وبسبب ذلك ستكون مستعد ستكون تحصد مو مستعد ستكون في مرحلة حصاد لكل الأشياء الجميلة كل الأشخاص اللي ممكن يساعدونك على أن تصل إلى أفضل وأفضل رح تكون تحصد هاي الأشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة أشوفك أن تحصد الفرص مو شخص متواكل أو شخص جالس في مكانه ينتظر أن الفرص تأتي إليها جدا بكاء منك يا برج الأسد أتمنى عليك لطفوك اللي تحصد اشتركوا في القناة